طب نتابع معاك تقرارنا كده يعني لو تدينا مقارنة على مستوى المشوار الأرقام بتاعت كل المنتخب في البطولة طبعا هو كل فريق منهم لعب مباراتين الجولة الأولى والتانية فرنسا فازت وتعادلت فبتالي حصدت أربع نقاط في مقابل خسارة وفوز للمنتخب البرتغالي بقى رصدها تلت نقاط طبعا التعادل كان من نصيب فرنسا في مباراة قلنا البرتغال فازت طبعا مع المجر لكن البرتغال خسرت من ألمانيا وفازت على المجر في المباراة الأولى فرنسا أحرزت هدفين بس ودي حصيلة برضو مش كبيرة بالنسبة البطل عالم وعندوقين بالنسبة لجريزمان وبنزيمان أحرزوا هدفين بس في المقابل خمس أهداف لمنتخب البرتغال ودي حصيلة جيدة وطبعا رفحت ثلاث أهداف في المباراة الأولى قدام منتخب المجر ولما فتعت في آخر المباراة فرنسا هجومها أكيد أفضل من سوريا دفاحها أفضل من البرتغال لأنها استقبلت هدف واحد بس من المنتخب المجر في مقابل أربع أهداف استقبلتها البرتغال كلهم طبعا كانوا من المنتخب الألماني